السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكل اخواتي وحبيبي وكل محبين وصفات رهيب ومعرشة. اخباركم ايه احلى اخوات وحشتوني يا رب تكونوا بخير دايما وبصحة وسعادة وهنا. لو اول مرة تشوفونا يا امروات ما تنسوش تغصوا على ملف اسمه ملف لفل الوحش. عندنا ملفات كتير على القناة. عندك ملف التعليم المنظفات. عندك ملف للشعر للبشرة للتخسيص. ملف فيه ازالة الشعر وحاجات كده ملف للقضاء على الحشرات. وفيه ملف بقى اسمه ملف الوحش. الملف ده فيه اقوى وصفة موجودة على القناة. يعني اقوى وصفة لترتيب الشعر. اقوى وصفة شامبو. اقوى وصفة كريم. اقوى وصفة سابون سايل. اقوى وصفة دوني. وهكذا. فاللي عايزة فيكم ملف الوحش ده تكتب لي بسرعة في التعليقات. ابعته لها. حاجة كده من الاخر عشان ما تلفش في القناة والضياع وقتك على الفوضي. النهاردة باقي امارات هنعمل مع بعض وصفة حلوة جدا على وهي المسحو البودر او الصابون السايل البودر. انا زي ما قلت لك قبل كده انا بفضل الصابون السايل البودر علشان خاطر من الحاجات العملية والحاجات اللطيفة. يعني مسلا بدل ما اعمل عشر خمستاشر لتر واخطه مش عارفة جنب خوض او احطه جنب وتجاز فيتلف مني مع الوقت يجي عليه مية يبوز. ياخد مني حيز كبير. لأ ده حاجة كده سريعة بعملها بحطها في بطرمون عندي. كل ما اجي اخسل المواعين باخد منها معلقة ولا حاجة اخسل بها البتجاز اخسل بها المواعين. اخسل الرخام اخسل السراميك. فزي ما قلت لك عملية جدا وخصوصا للناس اللي عندها اطفال او الناس اللي هي الكبار في السن. تمام كده? تمام كده. وبرضو حلوة للناس اللي هي مش بتحب تتعامل ببطوص. كتير منينا ما بيحبش يتعامل ببطوص. فلو حضرتك عاوز حاجة سريعة وعاوز حاجة سهلة عليك وعلى الصبون البودر ده. اول حاجة بنعوزها فيه بنعوز صبونة بلدي. الصبون اللي انا مستخدمها هنا الصبون اللي انا قد عملته صبون بلدي من بوائي الصبون اللي بريحة. بص كده يا قلبي. عايزة واريكي شكلها عامل ازا من جوة. احنا ساعدتها ما حطناش الوان. كل اللي احنا حطناه بوائي الصبون. وبص شكلها طلع امر ازاي? مش عارفة بين قدامك ولا بص اصفر وبينك وحاجة كده امر. خدنا بوائي الصبون شغلناه صبون بلدي وخدناه شغلناه صبون بريحة. وكان احنا حصري اول حد على اليوتيوب يعمل حركة دي. وانبارح شغلناه صبون سايل. طبعا الفيديو ده كنا احنا بنزلونه من سنة ونص تقريبا. بس رجعنا عدناه تاني برع. بص الشكل عامل ازاي? يعني حتى لو عملت صبون شاور زي ما قلتلك مش بيحتاج انك انت تلونيه او تجيب الوان ميقة او حاجة. لا هو الصبون ذات نفسه بيبقى كده امر في نفسه ومتلون. انا يا رشا مع ما نديش الصبون دوت حضرتك اي صبونة بلدي خديها هنا ابشره هالي بالمنظر ده. ما عندي الصبون بلدي ممكن تجيبي صبونة بريحة تشتغل بيها وتبشريها بالمنظر ده. لو عايزة طريقة عمل الصبون بلدي من بواي الصبون او طريقة عمل صبون الشاور من بواي الصبون اكتبيلي بسرعة في التعليقات ابعته لك توفير التوفير وزي ما قلت لك ريحة ونضافة وصلابة وحاجة كده امر. تمام كده تمام كده. يبقى هاجيب هنا اي صبونة بلدي او اي صبونة بريحة ما فييش مشكلة. تمام تمام. تاني مكون بعمعي في الوصفة الا وهو ان احنا بنحط شوية من السكر. وان السكر بيعلم عينا الرغوة جدا وفي نفس الوقت السكر زي مرتب كده لأدينا. تمام وخصوصا يعني بيفضل تستخدمي لما يكون وصفة فيها الطاوس. لكن احنا هنا مش هنستخدم الطاوس بس بعرفك استخدامات السكر مش اكتر. للرغوة وكمرتب. تاني مكون معنا الا وهو الزهرة البيضة. او بنسميها السودا اش. او بنسميها بلورات السوديوم. او بنسميها كريستو. دي حضرتك موجودة عند العطار. مش عارفة تجيبيها من العطار فحضرتك طريقتها على القناة عاملها لك بتلت طرق. لو عايزة طريقة الزهرة البيضة اكتبيلي بسرعة في التعليقات ابعت هالك. ليه يا رشا بتحط زهرة البيضة لانها رهيبة في التنضيف فوق ما تتخيل. عندك عايزة كوبات ترجعيها كده تلمحتني زي اللقلق عليكي وعالزهرة البيضة. الرخام البتجاز الحنفيات الصراميك بجد حاجة روها. فاللي عاوزة طريقة الزهرة البيضة تكتبلي بسرعة في التعليقات ابعت لها اللينك. تمام? تمام. او ان حضرتك بتروحي للعطار تشتريها فطبعا ليه تشتريها لما انا اصلا يعني من ضمن التلت طرق اللي هو اصلا حاجات في البيض تعمليها بمكون انت بترميه تعملي بيها فهمت علي فبدل ما تروح تشتري من العطار. دلت حاجة معي بقى دوت وهو ملح الطعام. ملح الطعام برضو من الحاجات اللطيفة جدا فيه التحكيم. ومن الحاجات اللطيفة ان انا لما اخد ده احوله السيل فبرضو يديني كده القوام الشفاف. بس حضرتك ايلالك قبل كده لما تيجي تحط الملح ما تحطيش الملح بعشا. ليه يا رشا? لان الملح حبيبتي كتره هيخلي الصابون معاك او اللي انت الخليط اللي احنا هنحوله السيل بعد كده. يفصل. وفي نفس الوقت هيقتل معانا الرغوة. فتيجي واحد اللي هي طب ده انا حطيت صابون سيل. ده انا مش عارفة حطيت ايه حطيت ايه وما فيش رغوة. فده بيكون حضرتك انك انت كترت من الملح والملح اصلا بيبقى زي انتي فوم كده هو ملح اللمون فبيشيل الرغوة. فحضرتك حط الملح بالعقل. شوف انا حط حبة هم صغيرين بمقدار مسلا معلقة صغيرة حلو قوي. يعني حط شوية من دول مية مية. تمام? هحط السكر واحط الزهرة البيضة واحط الملح على المكونات ديت. طب يا راش عد ايه بالزبط مش مشكلة. يعني مسلا لو انت لو انت جاتي حطيتش معلقة صغيرة مفيش مشكلة. حطيتش معلقة كبيرة مفيش مشكلة. مش اللي هو مسلا لا ده لكترت شوية فالخلطة غبوز لا. اللي هي الحاجة اللي بيبقى عادي فما بقولكش فيها مسلا لا لازم ربع معلقة نص معلقة كده. تمام كده يا غالية? تمام كده. هنتجيله التقليب. برضو عايز اقول حاجة مهمة جدا عشان لو حد اول مرة يشوفني لان احنا ما شاء الله كل يوم القناة بتاعتنا بتزيد يوم ورا يوم. لسه مخلصناشهم مكونات بتاعتنا. آآ حتة ان انا اعمل صابون بلدي وفيه بواقي صابون بريحة دي في حد ذاتها مش مجرد ان انا عاملها كتحت بند التوفير او الكلام دوت او ان يدي للصابونة ريحة والجو ده او يدي الصابونة صلابة والجو ده لأ. انا عاملاه برضو لان كنت تكلمتك ان الصابون بريحة لما بتغضي تغسلي بيه حنفية او بتغاز او بتغسلي بيه اي حاجة بيديها لمعة حلوة جدا. تمام? ففي نفس الوقت نظافة اكتر. يعني مش مجرد ان انا بلم بواقي الصابون اعمل بها صابونة فده كده بس عشان يديني صلابة او الشكل الامر اللي انت شافها قدامك او لمدة لأ اطلاقة. بيديك كمان نظافة اكتر. تمام? يعني انت حتى لو انت شطورة كده ومشاء الله عليك امورة. لو انت عندك صابونة بلدي خديها بشوريهالي كده بالمنزر ده. ولو عندك حتتين بواقي صابون وبشوريه لكده بشرتين وحطوهم لهنا. هيدعم معنا الوصفة دي اكتر وهيديك نظافة اكتر. فهمت علي? تمام. عايز اقول لكم قبل ما اكمل الوصفة ان انا حاليا موجودة على قناة وصفة وتركيبة. قلتلكوا قبل كده ان احنا هنعمل هناك باقي وصفات شعر وبشرة وحاجات كده امر وخلطات وحاجات جميلة. وملف المكياج اللي انتو كنتوا دايما بتسألوا عليه. الكوحل ازا تعمليه في البيت الكريم الاساسي اللي مش عارفة الكريمات الحاجات دي كلها. كل ده انا هعمله هناك على وصفة وتركيبة. اني لسه مشتركش هناك نورنا او يكتب في التعليقات ابعت له اللينك. ولو عايز املفي امر لفل الوحش اللي قلتلك فيه كل الوصفات اقوى ووصفات على القناة تبيلي تحت بسرعة في التعليقات ابعته لك. المكون الاخراني بقى اللي معانا عشان نكمل وصفة بتاعتنا اللي انا قلتلك يا نور عيني لازم تجي بيه. في حاجات كده اللي انا يعني ايه? لما اقول لك هتيها حاول اني كنت تجي بيها. لاني صدقيني هتوفر عليك كتير جد. زي مثلا ميت الاكسوجين. ميت الاكسوجين لا يعني لازم دلوقتي ما يكونش فيه بيت الا فيه ميت اكسوجين. حاجة كده رهيبة في التنظيف وحاجة كده امر. المكون بتاع النهاردة برضو زي ما قلتلك مكون رهيب جدا. هتنظفي بيه سيراميك هتنظفي بيه حلل هتنظفي بيه بتو جازة هتنظفي بيه حنافيات هاديك نضافة ما بعدها نضافة. المكون ده اكيد نص اللي قاعدين عرفوه لاني ده انا انا بعشقه. الا وهو يا غالية النشادر. النشادر بتتجاب بالمنظر ده من عند العطار هفتح لك الكيس دلوقتي. النشادر دي اللي اسمها في الدولة العربية امونيا. تمام كده? تمام كده. النشادر دي احنا بنجيبها بنعمل بيها البسكوت عشان ينفش كده. تمام? وبيدو بيفوقوا بيها الناس لما يكون حد مغم عليه بيفوقوا بيها. شكلها ايه? شكلها بالمنظر ده كده يا نور ايه? طبعا ريحتها كده بتبقى نفازة شوية زي ما قوله بيفوقوا بيها الناس اللي عيال المغم عليها. تمام? كل اللي انا عاوزها في الليلة ديت هاخد كده شوية ثواني. بمقدار نص معلقة. بيبقى شبه الملح كده. راحتها قوية جدا. سننأكل الكيس ده. النشادر رهيبة فوق ما تتخيلي. فوق ما تتخيلي في التنظيف. يالي لسه لحد النهاردة انت مجربتش النشادر في التنظيف فانت فاتك صدقني نص عمرك. لسه في مكونات تانية اتقالوا علي. النهاردة هنعمل شوية بطرة صدقيني حاجة كده رواها. تمام? تمام. طب يا راشا دلوقتي النشادر ازا ما انت شايفها ناشفة كده وعملة شبه الملح شوي. كنا احنا قبل كده قلنا ان كنت النشادر دي لما بتغطيها بتركنيها فترة او بتحطي عليها مسلا خمات تانية او بتحطيها في حتة كده دفع او حاجة فتبس تلاقيها زي عملت زي مية كده او مبلولة. لو عملت معاكي كده حضرتك بتحطيها في الوصفات بتاعت المنظفات اللي هي مسلا اقوى قاهر دهون اقوى كزا زي ما قلت لكم قبل كده. لكن في المرحلة دي ما ينفحش ان انت تحطيها هنا. يعني لو انا عندي كس نشادر. ولقيته خد رطوبة وعمل زي بلل كده ما ينفحش ان انا هنا بالمنظر ده. ليه يا رشا? لان فيها زي بلل. فالبلل ده هجا احطها هنا. وارجع عن الحاجة دي في بطرمان يوم اتنين تلاتة هتلاقيها زي بازت منك. برضو زي مقلت لك محدش هيقول لك النصيحة ديت. يعني الواحد بيتقى ربنا في شغله على قد ما بيقدر. هتحطي نشادر مبلولة زي مقلت لك حطيها في اقوى قاهر دهون اقوى بتاع عادي جدا وزي الفل هي ترمي حاجة. لكن وصفة زي دي هروح حطي فيها حاجة مبلولة بعد يوم اتنين تلاتة ولما اجا حطها في البطرمان هتبصت لها زي تلفت منك. فحضرتك لأ انا شادر تكون حلوة كده جايبها صبحة من العطار. حلوة صبحة دي. كده. وتراحي حطي هنا منها معلقة. هتقلب الوصفة رأسا على عقبة تديك نظافة تستخدمها في صراميك امر حلال امر كبيات امر وانتي امر يلا تديني واحدة لايك بسرعة. ويبقى معاك الوصفة زي الفل. هل هكتفي يا رشب كده او الوصفة معايا خلصت على كده? لا يا نور عيني. الوصفة اللي هفضت تاني احنا هنعمله. هناخد بقى الحاجات دي قلبناها كويس وهتحطها لف قلب بطرمان عندك. البطرمان يكون ناشف ويكون متعقم. ما يكونش فيه اي بقايا. عشان برضو ما يتلفش منك. تمام? تمام. احط الحاجة دي بطرمان. وانا النهاردة مسلا دلوقتي داخل اخسل المواعين بتحت. بعمل ايه? بروح جايبة كده مسلا. على حسب بقى المواعين اللي عندي يكون معلاقة كبيرة ولا صغيرة ولا صغيرة ولا صغيرين. مسلا باخد كده هو معلاقة من دي كده هو. تمام? وبروح حطي عليهم كوباية مية سخنة. وبروح مع اللبن. وبتحطي بقى حضرتك معلقتين من الخل او نص لمونة او لمونة. تمام? يبقى انا باخد دول. بحطهم في كوباية مية سخنة. وبحط معلقة من الخل او معلقة من اللمون. والله العزم صدقيني هيطلع معاك جل نضافة ما بعدها نضافة. وكنت جربت لكم قبل كده السابون البودر ده احنا عملينه بكذا طريقة. عملينه بخمس ست طرق على القناة وكلهم حصري. تمام? عايز اقول لك اني والله العزم بيديك نضافة تلميع وحاجة كده وتحقيم وحاجة امر. وبرو الرغوة جيت انا في اول فيديو خالص عملت و جربت لكم الرغوة. اللي هو اصلا بقيت انا مزهولة. اللي هو ايه? كل الكمية دي بمعلقة واحدة خدناها كده. وروح تجربتها لكم في قلب طبق. كانت رغوة الدنيا والاخرى. حتى العايزة الفيديو تكتب لها بعتولها. كانت رغوة رهيبة. فهمت علي? فعشان بس ما ضايحش وقت الفيديو وقعد اجرب لكم تاني في رغوات. آآ هتعملي كده وتحط معلقة من الخل او معلقة من اللمون وقت الاستخدام. وهيبقى معاك حيوبة قلبي جاي. تدحكي بقى بيبقى تجازك. سيراميكك. اي حاجة عندك رخام حنفيات. هيديك نظافة ما بعدها نظافة. زي ما قلت لك انا كراشا. لا بحب دي كده وحسها عملية وكيوت في نفسها. بدل معه ده اعمل بقى حلل وكم لترو. وايه? وزحم الدنيا. لا دي لطيفة قوي. وزي ما قلت لك خصوصا للناس الموظفين. خصوصا للناس الكبار في السن الناس اللي عندها اطفال. لا تنجز الصراحة يعني. امورة يا جماعة. امورة يا جماعة. جربوا بقى الوصفة دي هتعجبكم جدا. ولو عايزك طرق التانية بتاعت البودر دي. اكتبيلي تحت في التعليقات تبعتيلي يا رشا ملف تعليم المنظفات هتلاقيهم موجودين فيه. لانه هم كتير فمش عارف هبعتلك واحدة واحدة. تعمم كده يا قلبي. سريعا اللي عاوزة لينك وصفة وتركيبة تكتبلي في التعليقات. اللي عاوزة ملف الوحشي تكتبلي في التعليقات. اللي عاوزة ملف تعليم المنظفات تكتبلي في التعليقات. اختم الفيديو بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.